اهلا بكم مشاهدين الكرام عبر شاشة تليفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم ثلاثة اشهر او مئة يوم على الشغور في موقع رئاسة لبنان وعدد كبير من اللبنانيين يتمسكون بحبال الامل وبوامضات ربما لمعت وامضة منها امس في العراق حيث وعقد وفد بطارقة المشرق برئاسة الكاردينال الراعي سلسلة لقاءات مع مسؤولين عراقيين شددوا على اهمية الحفاظ على مكونات المنطقة بدءا من المسيحيين فالايزيديين وظهر مقبلها من تطورات ايجابية ميدانية ولكن مع الاسف بعد ايام من تهجير مسيحي الموصل من الانتخاب الرئاسي عين بصيرة وموانع عسيرة حتى الان فيما التمديد ستنسحب على الانتخابات النيابية على ما يبدو عمليا وواقعيا النائب وليد جنبلاط الذي تعب ولم يتعب من الدعوة الى الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية ايد فكرة التمديد لمجلس النواب وانما ضمن فترة اقصاها سنة مع ربطها بانتخاب الرئيس ولفت الى ان الامر اولا بعهدة المؤسسات المارونية وعليها ان تأخذها بعبر الماضي اداريا رئيس البرلمان بيه بري اكد انه لن يبقى ساكتا وشدد على الانتخابات النيابية في موعدها النائب قاسم هاشم نقل عن الرئيس بري ان تعديل قانون الانتخاب حتمي والزامي لانه لا يمكن الوصول الى الانتخابات النيابية الا بقانون اي بتعديل المهل في القانون الحالي اما بتقصيرة او تمديدة مع ان الرئيس بري يميل الى تمديد المهلة لمدة قصيرة تتلاءى مع دعوة ايئات الناخبة او تقصير مهلة التسعين يوما بما يتطابق بين القانون والمرسوم في المستوى الاجرائي مجلس الوزراء منعقد الان في الصراي وفي مقدمة جدول العمل النفايات الصلبة الى جانب التطورات اقليميا في العراق معارك ضارية بين الجيش وداعش في تكريت في فلسطين المحتلة آلة الحرب الاسرائيلية عاودت عدوانيتها الصهيونية على قطاع غزة ومزيد من الشهداء اليوم كتائب القسام حذرت شركات طيران العالمية من تسيير رحلات الى مطار بن جوريون بدءا من هذا الصباح معنا مباشرة الدكتور حسن قبيسي الكاتب والمحلل السياسي والاستاذ الجامعي اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا بحضرتك يعني نحن اليوم مئة من الايام بالتمام مرت على الشغور بموقع الرئاسي بس ولكن بهالساعات الماضية شفنا انه فيه ناس ان كان تنبؤ او تبصير او تحليل بيقولوا انه خلال من هلأ لكم اسبوع ممكن يصير فيه امل بانتخاب الرئيس هل حضرتك من ذات الرأي وعلى ماذا تبنى هذه التوقعات على ما يبدو ان ما جرى في العراق بالتخلص مال مالكي وما كان له دور في مشاكل واضطرابات في العراق اعطى جرعنا التفاؤل لكثير من المراقبين اللبنانيين والشعب اللبناني على اعتبار ان ما جرى في العراق يمكن صناعة محلية يعني لم يصنع في العراق كان نتيجة تقاطع مصالح وتفاهمات امريكية ايرانية سعودية على حد كبير هنا في لبنان ايضا على ما يبدو انتظار هذا التحالف الامريكي الايراني السعودي طبعا زياد الدور السوري من هنا يبدو الناس تفاؤلهم على ان تجري انتخابات رئاسية في وقت قريب نسبيا هل وصلنا دكتور قبيسي الى وصل بطريقة غير مباشرة يعني وصلت الامور لحد انه ممكن يكون بين ايران والسعودية في يعني لسان حال او لغة تواصل من بعد لانه نحن بنعرف انه المالكي كان يعني كان نتيجة تفاهم امريكي ايراني وسعودي اللي حددنا ايضا على سنوات من بعد يعني الشهر اللي مر صار فيه تطورات كتير عندما يعني دفع المالكي الى شخصنات رئاسة الحكومة صار متملك يعني المالكي يريد ان تملك الرئاسة لم يدفع هو هو اخذ الموقف ما حدا دفعه هو اخذ هذا الموقف لم يدفع لا طيب ولكن بالتطورات السابقة انه كان حاطت ناس بمناطق اللي فيها عمق سنة اذا صح التعبير وكان انه يا خي ماش الحال هاودي موجودين هاودي بدينه للحكومة ولكن كانت الظلم يعني بيعتبروها انه اهالي الوسط ويعتبروا انه في ظلم كان عليهم وصار اللي صار صحيح هل السعودية صارت اقرب لايران اكتر من اي وقت مضى اليوم المجريات التي نعيشها اليوم في الوطن العربي نعم تحتم تحتم ولا تبيح تسمح فقط تحتم لقاء بين القوى الاقليمية الكبيرة في هذه المنطقة وبالذات السعودية ومصر وايران ومصر الحالية تركية ان تكون ضم هذا المحور ولا تكون في المحور المعادي للتوجه السعودي المعتدل والمتمثل الآن في قطر نعم يعني التواصل الايراني السعودي ضروري جدا لمواجهة الخطر الكبير الذي يمثله هذه تلك الكائنات البشرية التي لا علاقة لها بالانسان اليوم ما تقوم به داعش تحديدا وهو بالمناسبة مشروع صهيوني يعني يعني اجو الصهاينة باسم الدين اليهود طبعا اليهود اليهودية صحيحة تلمودية مش العادة اليهودية براء تلمودية باسم الدين التكبوا مذابح ارهبوا الناس ارعبوها اقتلعوا اقتلعوا شعب من ارضه وجاءوا بدلها الآن الاجورجي والباكستاني والافغانستاني كل هالناس باسم داعش يقتلعون المسيحي يقتلعون اليازيلي يقتلعون هؤلاء الناس حتى السن اللي لا يمشي معهم كمان تحديدا هم لا يمشي لغة اخيدي طبعا نحرب على كل الناس حتى يجوا يوقعوا الاسمدالهم طب هون ما تجذر السؤال انه طب اللي عم بنفذ ما هو لانه احترامنا للأديان لانه يهودي ولا مسيحي ولا مسلم طب هو من هذه المنطقة هل لازالت يعني من هذه المنطقة يعني هل اللي عم بنفذ اللي نزلين على الأرض طبعا إذا كانوا 6,000 رح يكونوا 6,000 أمريكاني أو بريطاني أو ما بعرف مين يعني اللي عم بنفذ على الأرض هذه الأعمال هل هو سلالة المدارس البوغندية اللي خرج الطالبان والقاعدة أم أنه ناس فعلا جهلي جدا وجمين يديرهم بطريقة أو بأخرى اليوم داعش فئتان نعم فئة الكبار الذي يديرون وهؤلاء يعرفون المؤامرة التي يسيرون بها والمنفذون الصغار الذين ساروا على هذه الطريقة باسم الجنة والحوريات والإسلام فطالبا مش كلها لا كلها ويعي المؤامرة ولا كلها متأامرة يعني الصغار منهم متأامرين الصغار مستدرجين معبئين تحت شعال الجنة والحوريات بس هذه التعب نفذونه بجمعة وجمعتين لا لا بس شعال جمعتين نعم أنت عتاكي من أيام من أيام واحدة وتمانين عندما قتلوا ونجيب الله بالأمريكان وقت عندما قعدوا وخيوا دهت بعدين اليوم من اللي عملات يزميش على الأرض لا منهم من الأرض اليوم اللي عميز نشوفهم بداعش مانين بالمئة منهم أغراب عن هذه المنطقة لن نغش نحن أبدا الدكتور بس في ألفات معهم ألفات كلها من الخارج نحن ما حدا عمل أحصاء نعم نحن عم نقدر تأدير نعم اليوم بيقدر لك والله عدن خمسين ألف عدن عشر إذا كان كان في خمسين مجرم بيقدر يعمل أكتري لا مش ابن العنطقة يعني ما بتتصور أنه المسلم مهما كان لزيكر حد المسيحي أو حد الأيزيدي من مئات السنية وليزروا ألف وخمس بيقدر طلعوا الأمريكيين يرسموا حدود المنطقة بالطيران يعني كان تهجر ما تهجر وإنه يدعوا أنه السياسي يحفظوا على المكونات طلعوا بس وإنه يوصلوا على أربيل يعني كيف مصادفة السياسي في مصادفة في مصالح مصلحة أمريكية كبيرة أن لا يصل الداعشيون إلى كردستان أنه كردستان نواة تقسيم العراق إلى ثلاث دول كردي سني عربي عربي شيعي يعني اليوم عندما ذهب المالكي هل يمكن القول أنه إيران يعني مرينة بالسياسي بتقولك نحنا إذا عندنا نفوذ معين أو عندنا أدوار مترامية بالمنطقة كان دورة أكبر بالعراق خلينا نحافظ على دور لو جزئي العبادي يقال أنه كمين تفاهم تفاهم أمريكي إيراني نحن لا يشبه تبني أن الإيران خسرت إذا راح العبادة إذا راح المالكي عفو المالكي لماذا تفاهم يعني هذا كمان ضمن الحزب اللي راعيته يعني مالكي ابن حزب وهذا ابن نفس الحزب إيران لماذا نحن خسرت بالعكس مشروع إيران لربح مشروع الأمريكي نحن لم تلاقي وليس العكس ولكن لا يمكننا نتناس الاتهامات إذا تحكينا على الأمريكان أنه كمان المظهر الداعش إذا اسمه داعش بالسابق كان في ناس عند مكام بسوريا وبإيران كان الفلتون على العراق يعني ما يمكننا أن ننكر هذا كل واحد كان ضد الأمريكان بيوم ما كان له موقع قدم في سوريا كان داعش كان دافج كان ماش عارف كل كان له عندما داعش كشفت عن وجه السافر بالأول إجل الداعش تقتل الأمريكان فأكيد السوري سيحضنها أما لما الداعش ستقتل على المسيحي وتقتل العيزيدي وتقتل السنة وتقتل الشيائية مثل عشائر مثلا أحد العشائر ستقتل 700 واحد منها هي لنا شيعية وعيزيدي مسيحية فهو ما فيك تقول أنه كان سوريا حضطت ياخي كانت حضطت سوريا جيت معك بس حضطت كيف مجمين 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 لا مجمين الاحتلال الأمريكي في العراق وانتي بتحتر أنا بحتضل وحضرت تحتضل بس اليوم داعش وجه آخر فلزلك قول لا الأمريكان هو يجع على المشروع هل نحن بصدد عملية تسمى عملية قيصرية لشرق الأوسط الجديد وتقسيم العراق ضمن حدوده ولكن تقسيم السياسي الداخلي ما ينعكس على المنطقة كلها ولبنان ضمن هذه المنطقة أم أن لبنان سوف يستفيد بعكس ما يحصل لبنان لبنان أكثر من مرة قلتها على شاشتكم الكريم أكثر مرة لن لا أخاف أنا على لبنان هناك مصلحة إقليمية ودولية ببقاء هذا البلد حاضن لكل الناس كل الناس إلى مصلحة يكون في عنا استقرار والتركيبة الوطنية الاجتماعية قابلة بعض الضعف هذه عينة تستقطب الناس أنه شوفوا لبنان كيف يا عراقي أنت لماذا لم تشوفوا لبنان 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 20 سنة فاتوا ناس علينا وطلعنا لبنان حتى بالمجتمع لم يكن لديه حدنية يقتل تاني فلذلك لبنان قيمة حضرية لها المنطقة وبالتالي لكل مصلحة بالحفاظ عليها على استقراره ونرجع مزك نحن إذا هذه المنطقة على لبنان اضطربت للسلطنة العثمانية وإذا اضطربت للسلطنة العثمانية اضطرب العالم واستقر جبل لبنان طبعا اللي هو لبنان اليوم استقرت الأسيتانا واستقر العالم ما حدا له مصلحة في لبنان هذا مربع وصياق تاريخي دكتور مبارف الأشرفية كان فيه ممثلين الطوائف والمزاهب على أنواعها في لبنان وحتى بسائر المنطقة كان فيه اجتماع بنهايته حدا تلي بيان ضمنها البيان دعوة إلى قمة عالمية مسيحية إسلامية مشترك مثل هيك لقاءات هل دايما نحن نكون ردة فعل نعملها مؤخرة أما كان يجب أن تنعمل قبل ما تضع يعني ما احترام لهذه اللقاءات تبقى هذه بيانات عورق فيه مصلحة في العالم كل النداءات التي نحن لا تقدمها بتأخير لو عملنا 100 لقاء و100 مؤتمر و100 نداء ما يقدم كان لفت أنه ممثل مجلس الإسلام مصالح مصالح الإقليمية مصالح الدولية هي اللي بتكرس ما يجري في البلد نحن في لبنان هون حفوال نحن في لبنان هون مش والله جاء الخوري والشيخ اتفقوا وجاء محمد وجورج حبوا بعضهم لا في مصلحة إقليمية ودولية فوق ما نحن شعب واحد ارتعد أن استقرار هو السيد يعني المظلة موجودة ويمكن توزعت ما تعليقك على زيارة وفد البطارك الشرق بالنتيجة هؤلاء الكنيسة والكنيسة يعني المسيح عليه السلام والمسيح رائح بالنديب أول آخر هؤلاء رعاة الشعب أنتم أبناء القيامة والمحبة والحرية هكي 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 في لبنان أزمات كم بطارك شفته كم خوري شفته كم مطران كان يحرضوا الناس على القتل ولا واحد فهذا دولار ما تتفاجأ أنه البطاركة راهوا على أربيل يروحوا أبعد أربيل يعني رعاة الناس يمكن يكون لهم زيارة على واشنطن هل هذه الزيارة برأيك سوف يكون لها زبد سوف يتصور لها تأثير ولكن لا تضع المخططة الأمريكية يعني تأخذ بالحسبان أن هناك رعي عام له وزن يقول كذا ولكن كلمة النهائية ليس لها سوف يقدروا يقرعوا إلى حد معين اللوبيات الصهيونية بالعالم نحن نعرف كيف تكون الكيان الصهيوني وعصابات الهاجانا والأرغون وغيرها أي عصابات نسميها عصابات جيش نظامي وسريعيات إرهابي لكن إرهابي نحن نقول عصابات أي عصابات نستلحق نفسنا ونستغنم نغتنم هذه الميزالة الدولية ويصير في حركة روحية وسياسية كتير كويس قداش عندهم قناعة السياسيين والناشطين والرجال الدين والفاعلين بأنهم لهم مصلحة مشتركة بوجه ما يجري الآن على يد داعش وغير داعش وعيد إسرائيل شوفنا بغزة وشو عم يعملوا بيصير لك تأثير أما إذا حتى الآن أنا أقدم مصلحتي الخاصة على المصلحة الوطنية العامة إذا أنا أبدو الطائف ورسو أبد البلد ولأ ابن الوطن ما نعمل له به طيب وليد بيك بيقول لهم طيب نحن أوكي في عمل خارجي وأقليمي وداخلي ولكن انتخاب الرئيس قال لهم الأمر بعهدة المؤسسات المارونية وخدوا العبر من الماضي عم بيقول المؤسسات المارونية أولا ثم اللبنانيين ثانية ثم اللبنانيون ثانية برأيك يعني يدرين يبرموا ويروحوا ويعملوا اتصالات مش يدرين يعملوا رئيس جمهورية هل سوف نستطيع انتخاب الرئيس في الشهر أنا يعني أشك أنه الأستاذ وليد جنبلاط مقتنع بما يقول لبنان متى انتخب لبنان رئيسا بدون تدخلات خارجية متى ما عم نقول لا ولكن عم بيقول انتخبوا رئيس يعني عم بيقول ما فيه انتخبوا رئيس ما كل فئات الفاعلة لها ارتباطات كيف بدون تدخل هذي بقى لمرجعيات برا اقليمية ودولية اذا ما نكون صريحين نحن لا ما نقول انه نحن مع الاسف نحن حتى الان السياسيون عندنا في البلد لم يتوصلوا الى قناعة ان باستطاعتهم ان ينتخبوا رئيسا يعني كفة اللبنان بعدها هاطة عن كفة اللبنان هن هن هم هؤلاء السياسيون هذي قناعتهم مع الاسف ما زالوا تحت الوصاية الدولية والاقليمية وعن قناعة وماشيين فيها ايه بس النسب يعني اليوم نلاقيها اكتر من اي وقت مضى تحت الوصاية يعني قبل كان فيه وصاية ولكن كان فيه بعض يعني جزء من العمل او الحراك السياسي يعني حسب لو حساب ما فيه مرة حتى لما يقال انه فرانجية كان اجاب الصوت لواحد حتى في ذلك الوقت كان فيه هناك دخوليات اقليمية ودولية خليناكم صريحين بصارت عملية انتخابية هذا الشكل بدأك الشكل سنت السابعين وعناك بعض عميك من عفريجي لหلق حتى واضد شيء مين عملوا انتخاب كان السوريون مساركيس من عملوا انتخاب هني عنوا انتخاب قمنا�� هんと عن tat سقطوا ولقى بالسندوق سوق هم صار رئيس قال نهات ا surv 這個 let's pass انا جانوا رئيس لن تكون وقعي ونسمي الأشياء بأسمائها ما جرى لم يكن انتخابا هل يحتمل برأيك بلبنان يعني إذا كانوا الأمريكان عم بيقولوا نحن ما عنا مشكلة إذا بيجي العماد عون أو ما بيجي هل رح نوصل لوقت بيقولوا الأمريكان نحن بدنا العماد عون مثل ما غيروا بدنا العماد عون حتى الأنمية عم قول بدنا العماد عون الخوة الأكتنمية غير إيران يعني هذا فريق 8 أضار عم نحكي اكتنميا نعم عم نحكي محليا بس الأمريكان ذكر أو أشيع أنه هن ما عندهم مشكلة إذا إجاد عنها يبقى بيجي عنه ما عندهم مشكلة إذا يحافظ على الاستقرار والمصال الأمريكية ما عندهم مشكلة تب لماذا دكتور لماذا يقال بالعرب المشابرة أنه إذا حدا من فريق 8 أضار وقوي ما بيحافظ على الاستقرار وإذا كمان دكتور جعجع من 14 أضار كمان ما بيقدر حافظ الاستقرار شو هالمشكلة اللي في عندها دكتور جعجع عنده وضع خاص ما فيك تقول أي شخصية مرونية في لبنان لها وضعية دكتور جعجع أو سيد جعجع ما حدا مثلا ليه شو المشكلة وقت اللي بدك تعمل دكتور وقت اللي بدك تعمل مصالحة تعمل مصالحة مع صديقك أو مع خصمه إذا فيه مصالحة خصمه هو مش عدوه خصمه هو خصمنا مش عدونا أوكي صحي بس اليوم فيه دم شلالات دم برقبته فيه نموز سيارة فيه غيره موجود بالسد بالسلطة وكما غيره غيره ما يوجد بالسلطة غلط ما فقط هو يعني من بعد الطائف فوتوا كل الميليشيات على الدولة عاتيني شخصية مرونية لا نحن نحكي عن كل المزاهب نحن 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 نقال مع شخصية المرونية المؤهلة نسمح لي شو نعم تترشح لأناس الجمهورية بس بالمزاهب الأخرى فيه قادة موجودين بالسلطة نحكي بعدها بيهون نحن نحكي بيهون مرونية إذا فيه اتهمات للناس اللي راحت مرونية مثل إليح بايقه مثل غيره رشي إليح بايقه بشح لا نحن عم نقول إنه فيه بالمزاهب الأخرى كمان موجودين خليني هون بالأول نحن 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 نقول هل هناك برشح مرونية يحمل في سجله العدل ما يحمل السيد جعجع اعتذر الوحيد اللي اعتذر اجابتك ما احترام لك مش عال السؤال سؤالي واضح ما كلهم كانوا منخرطين بالحرب كلهم هلأ أنا ضد كلهم يجي بس أنت الليوان محشورين نحن بقصة أي جمهورية خلينا بحث هذه القصة ما عندنا نحن يترشح ماروني على قاس الجمهورية يده الغيث مغمسة بالدار أعطي مبادرة الدكتور جهج وقال أنا بنكفي خلي الفريق الآخر يسمي مرشحه ونجيب حدا مقبول ووسطيا هو يقترح ويعمل بصالحه ما في إلك للآخر ماذا يريدون يعمل؟ هو يقول لها 14 أزار ماذا يريدون يعمل؟ ماذا يريدون يعملون؟ 8 أزار؟ أنا ليس 8 أزار ماذا يريدون تقديرك؟ حتى الآن هم متمسكين بالعمادعون حتى الآن إذا سكّلت الأمور بالعمادعون يريدون أن يذهب إلى فرنجية هذه ليست معلومات تقدير هذا على مستوى اللبناني وإذا صار في المستوى الإقليمي فرنجية رئيس السادة فرنجية إقليمياً وإذا كانت تقديره حتى اليوم يتم إحصاء أو استفتاء بالشارع يجب أن يطلع الأول يعني مرات يطلع الأول مرات يطلع دمية مسقطة مرات يطلع بطر صحار نتجه لا نتجه لا له نفور لاrut يتجد نفور لا أعرف يمينه أصلك من نفور بالنسبة لانتخابات النيابية دكتور بايسي يوم من نشوف ان الرئيس بري رسميا وإداريا يقول انا بدي انتخابات نيابية عمليا وواقعا يعني اذا بدك تعمل انتخابات مرح بتصير يعني كيف ممكن نوفق بين الواقع وبين الشي الدستوري او الرئيسي انا بدي موفق بين الواقع والدستور بدي نشوف مصلحة الناس وين هل هناك مصلح للناس بتمديد هذا المجلس او لا هذا المجلس شو انتج مددوه من المدية شو انتج مددوه تحت شروط انه عميل خلوه انتخاب ما عمل انتخاب فقامتر يعني مخلي بلد بل راس انت مخلي بلد بل راس انت مخلي بلد بل راس انت طائفة كاملة مثل نهي مؤسسة بلبنان او هي احد الطائفتين الاساسيات بلبنان شل الله دورها لانه رمزها مش موجود حتى وجود لبنان وتكوينته بدي كون في احد الطائفتين كانوا هن والدروس هذا الاساسي لبنان طيب وقت لهذا الشخص مش موجود عشو بدي مدد انا شو عمل لا سلسة الريطة بروية تعملها لا قانون انتخابة عمل لا عمله انتخابة الجمهورية لا تششيعات عمله هاي دول بدي يحاسبون طيب عم بقولوا هالفترة اللي عدوية هتتحاسبوا عليها شو بدي انا في الواقع طيب اذا بدنا نحكي انه ما في تمديد طيب اليوم ليش الافريقاء اللي عم بقولوا ما بدنا تمديد مما كانوا ان كانوا مسيحيون ان كانوا مسيحيين او غير مسيحيين اذا بدهم فعلا ما يكون في تمديد يتفضلوا يستقيلوا من الندوي البرلماني كلهم بدهم تمديد كلهم بدهم تمديد طيب اذا فرضنا واقع التمديد حاصن ما بيصير انه يربطوا هالموضوع ب انتخابات رئاسي يعني بدون ما يقولوا يعملوا انه بتنتخب انتخبات رئاسي من هلا لا 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 ما بعرف هذا اذا كان القرار محليا يعني هني لبنان هولا بس شاطرين بالتقاط الاشارات اللبنانية شاطرين ما بيشك نعم بس انت بتقتر عندك قناع السجلال انه هني قادرين يفردوا هلا انت مدين تقبل الجمهورية اكيد لا ايدي اكيد لا هني عارفينه لذلك ما بيشترطوا ما بيربطوه ما بيربطوه انه الواقع منهم ما بيربطها لانه بتقولوا انت فيك تعمل انت فيك تعمل انت فيك لواحدك تفوت بلك لا ما بيرجع مرجعيته ذكرت انه ما قادر عامل سلسلة الرطب والروات يعني في وجهة ناظر بتقول انه الواقع الاجتماعي نزل من خمسين بالمية من خفض لخمسة وثلاثين بالمية واقع الهيئات الاقتصادية ارتفع من خمسين بالمية الى سبعين بالمية تب اليوم لاي ما عم بيصير فيه تفاهم خلي هدوك ينزلوا شواء وهوضو يطلعوا شواء وياخدوا الشيء المقبول لماذا التركيز والتشبث بأحقية السلسلة بس لماذا التشبث بانه ما يصير فيه انهيار مالي ما يصير فيه انهيار اجتماعي هي وين قطب المخفية انه هاوضا عم تشبث انا مش عم دافع عن اقرار السلسلة اقول لا اقروها ولا رفضوها يعني عفل لا اقروها ولا رفضوها ما تناولوها بوجه نظرك انت انا معها تماما اليوم في شيء اداش المالية الدولي بتحمل اداش مالية الماليس يتحمل يعني انا اليوم اداش حجم الانتاج العام انا اليوم اذا بدي يقر هكذا شغلاتي ممكن ثلاثة ربع مدارس نصف الهيئة التعليمية يمكن الدولار ما بعرف ما بصير انا مع انه يكون في توازن وتوازن موزون ومدروس ومصلحة الناس مش عناد القصة لا لا بنكيه فيك بدي اخده لا بنكيه ما بعطيك هو الرقم يمكن بقولوا اخدنا نصه تقريبا اخدنا نصه ايوم اذا وعدوا بالحكومة السابقة كما هني عندهم اجيال عم بربوها وعندهم كتير ناس وحتى هني ما عم بصير فيه تعطلت لغة الكلام او تعطلت لغة اللغة العلمية والتقنية انه خليها المالية والانتاج العام والخاص انا لك هؤلاء الناس بصرف النظر الموقفي بس اقول انه ما الحق عليهم لانه انت عم بتعودهم بتعودهم وبعدين هنا طبعا احنا مش موقف الوزير الوزير كان ادارها ادارها بحكمة بس بالنتيجة هدوان الناس لتسنين صراح بتعودهم اخي ما تقول له ما معك حق وحتى في حقوق العسكر بتقول له اليك حق وما بتعطيله عطي انه ملك حق انه ملك حق او ما بنقدر بس اقول له لا بالنسبة للي صار بمنطقة عرسال المنطقة اللي هي مش بلدة عرسال كبيرة كتير في هيئة العلماء المسلمين بتقول انه بكرة في اجتماع تقريبا شبه مهم وحاسم بدوا يجتمعوا مع الرئيس تمام السلام وعلى اساس اذا في استعدادات للحكومة بالخوط بهالموضوع هن بيكملوا او ما بيكملوا ما بدرتهم شو رأيك بالتطور اللي صار يمكن الناس بتقول فيه اخطاء حتى من بداية المعركة وفي اخطاء ما بعد بداية المعركة هل يمكن ان نصل الى خواتم تحفظ ماء الوجه للجميع بهالموضوع لسابة عرسال منطقة عرسال مش ابن المعركة اللي صارت من كم يوم هادي فيه تراكمات وكل مسؤول عما وصلت الى الحاجة في عرسال للكل ما في حد يقولك انا مني لست مسؤولة كلكم مسؤولين لانه القصة مش المعركة الاخيرة اللي صارت المؤسف انه نحن حاطين الجيش بالشوارع وبالجبال وبالجرود وبالأحياء وبالأزقاء في استحالة لدعمه بعدان الان هيئة العلماء المسلمين على ما يبدو انهم تعاطفة مع الخاطفين اكثر من تعاطفها مع الجنود والشرطة معناها ما قلت اكثر تعاطف اكثر تعاطف يعني انا بتقولك انه والله الناس عملوا حسنية والحكومة عند حسنية الحكومة اللي عندها مخطفين والجيش نخطف بده يعطي حسنية للشيشينة والجورجي والبنجي بداغستان كيف يتحدث عن تحكي هذا؟ هذا حكي مرفوض مع الاسف هؤلاء الناس دهم يكونوا حتى على مسافة واحدة من الدولة ومن العسكري ومنها الناس هذين كيف تنحل؟ مثل محلة قصة العزاز مثل محلة قصة الرهبات مثل محلة قصة المترانين بعدين كل محلة قصة يعني العسكر معنويات والمعركة اللي عملها العسكري فوق معركة كتير شاقة ما حدا بيعملها بالكوقاز حتى ما بتصير ولكن النتيجة معنويا عالية ولكن سياسيا كيف بتلاقيها؟ كيف تصفها؟ أنا بشوف لتائجها أنقذوا لبنان من فتنة مذهبية لها أول من الآخر واحد أنقذوا لبنان أن يكون جزء من دولة داعش المعروفة ما قام به الجيش والقوة الأمنية الأخرى شيء فوق قدراته حقيقة موندر أو آرمي يعني الجيش الخارق كان بيه نتائج أكثر من عنكي بالميدان ما نتج عن ذلك انقذوا لبنانك كل دكتور أكبايسي خلينا نأخذ فاصل أعلاني وأنا نعود نتناول غزة وسوريا والعلاق مشاهدين الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل مجديد أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام دكتور حسن أكبايسي نراحل فيك مرتين شكرا يعني نحن عم نشوف شو بالعراق حكينا عنه بس باليمن كمان يعني الإعلام يمكن بيسلت بعض الضوء ولكن باليمن اللي عم بصير ما أنه أقل خطورة بكتير من اللي عم بصير بالعراق يعني يقال أنه التقسيمات الداخلية عم تصير باليمن وبالعراق وحتى بليبيا تدمر سرواته وفلسطين هنوصل نحكي عنا ولكن ارتسام المنطقة هل سيدوم أكثر من ثلاث أربعة سنين الجيد أم أنه صرنا على نار حامي عم القصي على ما يبدو نحن في شيء مقصم كان أصلا ليبيا ما كانت الدولة واحدة كانت ثلاث أولايات ونفس الشيء ما عمل لك واليمن نفس الشيء كان شماله وكان جنوبه وغيره وغيراته الآن المصلحة الدولية في تفتيت هذه المنطقة على أساس عرقه وعلى أساس طائفه لتبرير قيام دولة إسرائيل أو الكيام الصهيوني على أساس عرقه على أساس عنصري وديني وإقامة الدولة الكردية لأن الأكراد هن الواحدين اليوم مع الشعب الفلسطيني بلا دولة الكردية ليست مليون ومتر بدش تتحرك بجنوب تركيا على أران بمانعة تحوم دولة كردية المصلحة في تركيا لا لا مصلحة إيران لا لا مصلحة ولا إذا إيران أو تركيا ضعفة في مصلحة دولية لإقامة كردستان بس كأنه مرتحين بكردستان العراق أنه في دولة غير معلنة بس ماشي الحال مهيئين لقيام دولة ولكن بدلنا نقول في حد حائط حائط اسمه تركيا وإيراني ما في شي سوريا لأنه هناك مشاكل بس الآن لا مصلحة تركية ولا مصلحة إيرانية خاصة تركية تركيا أكثر من ربع الشعب التركي كردية أكثر من ربع كردية في هدو مع الترفيين فيه ومش مع الترفيين بس المصالح الكردية الإيرانية فيها مرونة أكثر من المصالح الكردية التركية الداخلية يعني من لاحظ أنه إيران والأكراد بدلهم على يعني على تواصل الأكراد بإيران اسمه كردية نعم الكردية بالتركية اسمه تركي الجبل أفراك الجبل نعم لا يعترفون بهم كشعب نعم نعم كأحدى أطياف المجتمع الإيراني نعم بيه اليمن منلاقي فيه مصالح لإيران في اليمن مصالح لسعودية وحتى في بعض المصالح التركية تب مازال شايفين نحن كدول إسلامية ودول عربية شايفين أنه الوضع باليمن كمان بيأثر سلبا على المنطقة العربية والإسلامية ليش هالإمعان إن كان إيراني أو يعني السعودي لأن السعودي على كتفة ليش الإيرانيون بعض المستمرين بدعم الحوصيين باليمن نحن عم نقدر ذلك لا إيران أعترفت أنه يعمل الحسيين طبعا ما رح أعترفه لا هي أعترفت ونالحسيين قالوا أننا نحن جميع مدعومين من إيران فإذاك أنا مفي على تقديرات قول إيه والله عمدعومين اليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي العراق بالنسبة لإيران نعم هي الحديقة الخلفية هي الحديقة الخلفية لهي لكن عندك مشكلة يمنية سعودية من سنة 1923 نعم هناك أراضي كثيرة يمنية غنية بالنفط هي الآن تحت السلطة السعودية إيران تبني على هذه العالحة الصينية يعني تبني إيران اليمن يما عنده مصلحة ما إيران؟ اليمن يعترر أن السعودية وضع يدها على نفط يمني وكانوا السعوديين فاتحين مجال العمل لليمنيين نعم ودون فيزا مقابل سكوت اليمني عن النفط طب سلق عم يتقسم اليمن يعني صارت مشكلة داخلية بطلت يعني بطريقة أو بأخرى لا اليمن مش متقسم إذا نتذكر نحن في 1996 بلشت المشاكل بين شمال اليمن وجنوبه وكان دولة واحدة ما كانت لإيران دخلي ولا غير إيران ولا كان في شيء اسمه اللي عم تشوف الحراكة العربية اليوم فهذه مشكلة قديمة تتذكر كم مرة ضربت تيران السعودي ضربت الخدود؟ طيب وين كانت إيران؟ وين كانت إيران؟ وين كانت إيران؟ مناطق حدودية سورية قال أنه عملنا عملية لنخلص بعض الصحفيين الأمريكان وفشلنا وفشلنا وهذا الزلم البريطاني قتل الداعجي قتل هل الولايات المتحدة تعودوا تدريجاً إلى هذه المنطقة؟ مثل في 300 مارينز بدون يرسلون على العراق هل هناك عودة مارينزية إلى المنطقة؟ عودة أمنية أكثر مما هي عودة عسكرية لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية عودة عسكر وأساطيل وطيران عندها قواعد بالإيران هي تتحمل عودة أمنية تحفظ لها مصالحها ومصالح حلفائية في المنطقة والإسرائيل ليس في الوحيد تبع أمريكا لا في حلفاء آخرين وأمريكا لم تقطع علاقاتها لا بإيران ولا بسوريا ولا بحدا ولا بقطر خطع طبيعي خطع طبيعي حتى مع إيران لا تقطعت علاقاتها أبدا مع السوريين من قطعت بقية هناك تعامل أمني وتعاون أمني حتى باراك أوباما اليوم مثلاً بيقول أنه داعش هي سرطان والأسد هو طاغية يعني سرطان والطاغي مين؟ طبعاً الأسد يعني هل ننتظر بـ 24 تشرين الثاني المقبل أنه يكون تحلحلة بين الولايات المتحدة وإيران هل هو ضمن صفقة متكاملة أنه أزيح المالكي وإجال العبادة وممكن أن ينسح بذلك على سوريا واللبنان؟ على سوريا لا هذا الصراع هناك ليس صراع سوريا عندها وضع خاص جدا بالنسبة للإيراني والتركي وبالنسبة أكثر من التركي التركي كمان تحسير حاسن التركي عامل ضعيف صار يعني عنده مشاكل بتركية صارت نتيجة تدخل بسوريا تدخل فشل فشل زريع فشل زريع تأثيره ضعيف جدا ينحصر في شوية دواعش وشوية مقاتلية أما إذا تقول الإيراني ما بيقدر الإيراني يتخلى عن الأسد ما بيقدر الإيراني يتخلى عن الأسد أبدا لبنان أكيدة أنا أقول لك أن لبنان وضع إيجابة ببنان وعكاس إيجابة أما سوريا لن يطير بشار الأسد ما الذي يحصل في فلسطين محتلة؟ صاروا 2300 شهيد أو 2200 شهيد وبعده المقاومة الفلسطينية أمريكاهم بلحم الحي بأولاده ماذا تبغي حكومة نتنياهو من هذه الحرب؟ هل تريد إقفال آخر نوافذ المقاومة عليها؟ المؤسف أنه اليوم ما تلحك بالسياسي لكن مع الأسف هناك مجانين بالكياه الصيوني يعني عم يطلب من حماس سلمني سلاحة بدي يسلمك سلاحة اي أساس ممنوع تفوت اسمنت ممنوع تفوت حديد هذا كله يستعمل أنا بدي ابني بيدي شو بعمل؟ يعني ما يطلبوه العدو الصهيوني الآن مستحيل تحقيق لن تخرج الحكومة الصهيونية من هذه المعركة سالمة فات بالحيط اليوم بتقلي 10-12000 بين شهيد وجريح طبعاً نحنا نحترم كل الناس وتعطف مع كل الناس بس في جزائر مليون شهيد مليون شهيد على مدى 10 سنوات حتى ناتج جزائر استقلالها طب شو سر بعدها بفييتنام أكثر من مليون شهيد أيضاً فتزد أكثر من ذلك ولكن لن يخرج من غزة إلا الفلسطيني منتصراً طب شو سر انه بالإجمال إذا بتجمل الصنداج الاستطلاعات اللي عملت لحد من يومين ثلاثة بتلاقي بين 68% من المجتمع الإسرائيلي بيقول بأيد ما تفعله الحكومة في قطاع غزة ما تفعله الحديثة بأيده نتنياهو بممارسه نتيجة التحبئة والكره المتبادل اليوم فهمينه أنه هذا الإنسان الغزيوي هو خطر على أمنك يعني أنا ما بفهم كيف يكون المحتل في خطر والمحتل لأرضه في سلام يعني أنت بدك تعمل أمن واستقرار بكينك نسحب من غزة فك الحصار عن غزة الاجتماعي بالدوحة بين أمير قطر وخالد مشعل والرئيس أبو ماذي هل يمكن أن يحرك شيء بالوساطة أو يدعم الوساطة المصرية لأنه قطر شيء ومصر شيء نعم نعرف دائما في حساسية ولكن هل ممكن أنه نلاقي أنه هذه بتوازي الوساطة المصرية وتدعمها؟ انتبه محمود عباس فات على هذا اللقاء يقول أنه نحن لا نبغي بديلا عن المبادرة المصرية يعني دخلته عند قطر بالتوازن لا أساسها المبادرة المصرية خارج المبادرة المصرية محرك للعمل السلمي لا يمكن أن تقول له للغزاوة أنت خطر علي سحب من عنده فك الحصار عنه طالب منك فك الحصار عنه وحل عنه بيترول بحر غزي هل يدخل في هذه اللعبة؟ أعتبر أكيد أساسي فيها أكيد أساسي فيها أنه يقال أنه فيه لماذا يدربونه مصر مبادرة المصرية مبادرة المصرية بخطر استكمالاً لمقاطعة الاقتصادية اليوم الغزاوة في مقاطعة الاقتصادية ضد الكيان الصهيوني نعم وقدر درب أسدود مبادرة يدرب دكتور حسن أبايسي نحن نشكرك من تالي الله يخليه شاهدينا الكرام نشكركم وبعد دقائق ونشرة الأخبار